نفى المركز الأعلامي لمجلس الوزراء ما تم تدوله في بعض المواقع الإلكترونية وصفحة التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الحكومة خفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة عشرين اثنين وعشرين عشرين ثلاثة وعشرين تزامنا مع تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي وشدد المركز الإعلامي على زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية التي ستستهدف الفئات الأولى بالرعاية مع منحها الأولوية القصوى في مشروع الموازنة الجديدة للدولة حيث تم زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بنسبة 10.9% لتصل إلى 356 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة للدولة